فكرة العام على إعدام الشهيد يعقوب أبو القيعان من قرية أم الحيران في النقب وهدم 12 منزلا فيها تنجل التقارير التي أجريت على مدار العام الماضي وتكشف سياسة جديدة ضد أهالي النقب عامة والقرى غير المعترف بها بشكل خاص تعمل على إجبار المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم وتغريمهم بمخالفات مالية تصل إلى مئات آلاف الشواكل وقت الأخيرة هناك تصاعد وتصعيد في سياسة هدم البيوت للأسف الشديد نحن نرى أن مخطط بروفر الذي أسقط أو أسقطناه برلمانيا يجري تنفيذه على الأرض بدون حتى تشريع وبدون قانون ويهددون الناس بالإضافة إلى الهدم بتكاليف الهدم وبغرامات لذلك البعض يخطر أن لا يدفع تكاليف الهدم وغرامات من هذا النوع أو ذاك ألف وتسعمائة واثنان وخمسون منزلا ومنشأة هدمت في النقب في العام الماضي وحده رقم شكل سابقة وتصعيدا للهجمة التي تستهدف الإنسان والمسكن على حد سواء ففيما يخوض أهالي القرى غير المعترف بها معركة لاجتثاث حقهم بالبقاء بأراضيهم تخوض إسرائيل في المقابل معركة شريسة لاقتلاعهم منها لترسوا مؤخرا على سياسة الهدم وإجبار الأهالي على تنفيذه بأنفسهم لتختصر بذلك مصارف آليات الهدم من جانبين وتعملوا على تدمير عزيمة أصحاب هذه المنازل من الجانب الآخر نستطيع أن نقول بملء الفم وعلميا أن هناك سياسة أبرتهايد بالمعنى الدقيق العلمي للكلمة ماذا يعني أبرتهايد؟ يعني فصل عنصري هناك يوجد فصل عنصري بين اليهود والعرب ماذا يعني أبرتهايد؟ يعني بالفصل عنصري يوجد تمييز كبير لصالح مجموعة ضد مجموعة مثلا عندما تدخل إلى التجمعات السكانية اليهودية فهناك الأماكن المرفهة بينما عند العرب لا يوجد حتى ماء حتى كهرباء حتى أسس تعليم مدرسة ابتدائية يعني عمليا الأطفال العرب في ظلمة الليل بالقرى غير المعترف بها ينظرون إلى الإضاءة في حظائر البقر في الكبوتسات المقابلة هذه هي بشاعة الحالة بالنقب بظروف قاسية وبحياة معدومة الشروط الإنسانية يحيى أهالي القرى غير المعترف بها فداء لقضيتهم وأراضيهم التي يأبون التنازل عنها والخضوع لأي اقتراحة لتبديلها إلا أن البربرية الإسرائيلية تصر على اجتفاف هذه الأراضي وتبتدع الأساليب والسياسات لتصل إلى قمة اللا إنسانية بالإعدام وبفرض الغرامات المالية وإجبار المواطن على تدمير سقف يحمي أبناءه من منطقة النقبي في الجنوب سلام مشرقي تلفزيون في لقاء